العالم كله في حالة صدمة هجوم على الرئيس الأمريكي السابق بدأ تجمع دعم المرشح الرئاسي دوند ترامب في ولاية بنسلفانيا بأغاني وتصفيق حار الساعة الرابعة و 16 دقيقة مساء على سطح المبنى خلفه يقوم قناصة بحماية ترامب بعد حوالي 6 دقائق من بدء خطابه أشار ترامب إلى رسم بياني أظهر هذا الرسم البياني بيانات عن الهجرة غير الشرعية موضوع الهجرة هو أحد الموضوعات الساخنة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر أمام المبنى على يمين المسرح نرى رجلا يتحدث إلى شرطي لا نعرف ما الذي يتحدثون عنه لكن انتبهوا للمبنى الصغير لأنه من هذا المبنى من على هذا السطح أطلق المسلح النار كما وصف شاهد عيان تحدث إلى بي بي سي أنه رأى رجلا مسلحا يصعد إلى السطح نسمع في البداية ثلاث طلقات نارية ثم خمس طلقات أخرى والآن ننظر مرة أخرى إلى المشهد من زاوية أوسع بعد الطلقات الأولى وضع ترامب يديه على رأسه وانحنى خلف المنصة على الفور هرع عملاء الخدمة السرية وأخذوه إلى مكان آمن انتشر الذعر بين المشاركين في التجمع ركض البعض للنجاة بأنفسهم وألقى آخرون بأنفسهم على الأرض لقد كان جوا من الفوضى التامة كان المسلح على السطح مقابل مكان التجمع مباشرة على بعد حوالي 180 مترا من الرئيس السابق كان الميكروفون على المسرح لا يزال مفتوحا لذلك نسمع محادثات الضباط بعد فترة دوى صوت إطلاق نار آخر وازدادت الصرخات قوة أبلغ المسؤولون أن المسلح مصاب كانوا يحاولون معرفة ما إذا كان من الآمن إخراج الرئيس السابق خاطبت ترامب الحشد للمرة الأخيرة من على المنصة رفع قبضته وهتف استمروا في القتال لقي أحد المشاركين في التجمع حتفه في الهجوم تم نقل ترامب إلى مستشفى بيتلر بعد ذلك بوقت قصير أدلى ببيان قال في بياني لقد أصبت برصاصة اخترقت شحمة أذني اليمني أدركت على الفور أن هناك خطأ ما سمعت صوت أزيز وطلقات نارية ثم شعرت بالرصاصة تخترق جلدي لقد نزفت كثيرا وفي تلك اللحظة أدركت ما كان يحدث قبل الهجوم مباشرة كنا نتحدث عن لافتة في التجمع في وقت لاحق أخبر ترامب طبيبه السابق أن تلك اللافتة أنقذت حياته وفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لو لم يدر رأسه لينظر إلى اللافتة لكانت الرصاصة قد أصابت رأس ترامب وليس أذنه لا يمكن تأكيد ذلك من خلال اللقطات المتاحة نعم هكذا وقع الهجوم الذي قد يؤثر بشكل مباشر على نتيجة الانتخابات كيف لم تتمكن الخدمة السرية الأمريكية إحدى أقوى أجهزة المخابرات في العالم من منع تصرفات قاتل لاحظه بعض الناس قبل الهجوم ينتظر العالم أجمع إجابة على هذا السؤال لكننا ما زلنا في المراحل الأولى من التحقيق لننتقل الآن إلى القاتل أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المسلح هو توماس ماثيو كروكس أرسرين عاماً تخرج كروكس من المدرسة الثانوية قبل عامين نحن الآن في حي إنها إحدى ضواحي ولاية بنسلفانيا الهادئة قام مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولاية بتفتيش منزل كروكس من المعروف أن كروكس بحث عن معلومات حول المتفجرات والأسلحة على الإنترنت قبل الهجوم ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم العثور على أجهزة مشبوهة في المنزل ومع ذلك لم تؤكد الشرطة التقارير التي تفيد بالعثور على متفجرات في منزل القاتل تم شراء السلاح الذي استخدمه كروكس وهو من طراز آيرف ماسماجر في عام 2000 وخناصر وهو مسجل باسم والدة القاتل شخصية مثيرة للاهتمام بالنسبة لقاتل يبدو ماضيه نظيفاً منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عادية لا توجد آراء سياسية أو دعاية للعنف في رسائله في أبريل 2020 كان من بين 20 طالباً فازوا بجائزة قدرها 500 دولار في مسابقة رياضيات في صورة الكتاب السنوي للمدرسة هو صبي مبتسم أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كان مطلق النار مدفوعاً بالسياسة؟ إنه مسجل في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب لكنه تبرع بمبلغ منسسر دولارة لمنظمة أكتي بلو وهي منظمة تجمع الأموال للحزب الديمقراطي عندما تولى جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي منصب الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات عام 2020 والشيء المثير للاهتمام بنفس القدر هو القميص الذي كان يرتديه مطلق النار يظهر على القميص شعار قناة على موقع يوتيوب تسمى ديموليشن رانش تنشر هذه القناة محتوى عن الأسلحة النارية والمتفجرات لديها وارخفو خمساً مليون مشترك نعم لعبة الولايات المتحدة الريفية دوراً رئيسياً في الانتخابات الرئاسية وها هو قاتل يبلغ من العمر عشرين عاماً من هذه الولايات المتحدة الريفية يبدو أنه قد عمق انقسامات البلاد بشكل أكبر ما رأيك في محاولة الاغتيال هذه؟ يعتقد بعض الناس أنها كانت مدبرة كيف يمكن للخدمة السرية الأمريكية إحدى أقوى أجهزة المخابرات في العالم أن تفشل في ملاحظة ذلك لكن إذا أخذنا في الاعتبار أن ترامب كان سيموت لو لم در رأسه في تلك اللحظة فإن نظرية تدبير محاولة الاغتيال لا تبدو منطقية للغاية ما رأيك في محاولة الاغتيال هذه؟ ما هي الحقيقة؟